كابتن عمي ايه خطأ لما بتوقع كيها تفتكره او يومها انت كنتش عارف تنام انا الخطأ ده مكنتش مقفوضة عامله اه وكان مؤثر وعمل لك دوشة وعمل لك اه طبعا كنت بحكم مباراة مباراة للزمالك ودجلة اه وكان الكابتن احمد حسام ميدو كان هو المدرب مدرب دجلة مدرب دجلة ولا مدرب زمالك مدرب دجلة وزعينا بعدها يعني شوية وبعد كده صارته حاجة محترمة يعني كانين الخطأ اول لذيذ يعني كانت لعبة تسلل، انا رفعت تسلل اه اللعبة كت ملعوبة من ناحيتي فاترفعت اترفعت الكوره المهم انا ايه؟ انا رفعت في نفس اللحظة لانا رفعت فيها على التسلل مكنش فيها الفيرووار الحيتة دي بقى بعد الفيرووب بلك النهاردة المساعدين حتى انا بقولهم يا جماعة بس كامل كسداء عشان اخشي لك الفيرووار فانت رفعت تسلل على دجلة رفعت تسلل على دجلة وبعدين فجئت أن كان تقريبا على ما أعتقد علي جبر أنا في نفس اللحظة عارفت يا كريم وأنا رفعت السلول كده لقيت حد معادي لقيت علي جبر كان في حد أتالي أنا كان في جنبي مخدش بالي مخدش بالي ولاقيته معادي كده في اللحظة أنا عارفت أن أنا كرة كتواضحة جد كتواضحة هو الوحيد اللي طالع هو طالع من حضني من الجنب فهو عادة من قدامي كده في اللحظة دي أنا عارفت أن أنا أخطأت فطبعا دي في العادة بتبني أن هي كارثة وقا أنت كده عملتك ده كان في واحد مغلطت كتير ففي اللحظة دي عارفت أن أنا أخطأت والله أنا مش متذكر تقريبا تعادل تعادلوا تقريبا تقريبا كل استعادل فرق طبعا فرق في نتاكة المباراة طيب دلوقتي الحكام المساعدين في وجود الفرش خلاص بقى يعني بتبقى شوانيتهم بقت سهلة مش بقول سهلة يعني بسيطة بص يا كريم بقيت أنت ما عندكش إيه أنت يعني أنا حتى لما كنت بعض مع الحكام المساعدين ممكن إحنا حتى لما كنا بنعمل لهم دون بنعمل مع الحكام يمكن مصر كالتنبير كان بيعمل مع الحكام شوية وبعدين بيسيبنا مع الحكام المساعدين يعني كما عانا كابتن تامر دوري كنا بنتكلم معهم فدايما كنت بقولهم أنتوا خلاص اتحرروا عايزك استمتع استمتع واشتغل وتحرك والتمركز بتاعك اشتغل بحرية لأن أنت خلاص خلاص الحاجة اللي أنا كمساعد الحاجة اللي أنت بتقلئك أو بتخوفك خلاص أنت حتى لقدر الله لقدر الله لو في مثلا لعبة أنت مثلا ما تشفي القرار الصحة البار هيراجعك فالفار بإذن الله بتعمل الدليل مثلا بتاخد القرار كام بالتسلل أو بالهدف وبعد كده الفار